في أضخم عملية تحول لها بدأت القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية سيلز بعملية تطوير وتوسيع قدرات قوات النخبة فيها لمحاربة تهديدات القوى العالمية مثل الصين وروسيا تعتمد الخطة الجديدة للبحرية الأمريكية على خفض عدد فصائل القوات الخاصة بنسبة تصل إلى 30% مع زيادة حجمها لجعل الفرق أكثر فتكا وقدرة على مواجهة الخصوم فوق وتحت سطح البحر تشمل الخطة عملية فحص جديدة ومكثفة لقوات النخبة للبحث عن قادة أكثر كفاءة بعد الفضائح التي هزت القوى والتي شملت تهم القتل والاعتداء الجنسي وتعاطي المخدرات قائد هذه القوات الأدميرال هايو هوورد أفاد في مقابلة حصرية مع وكالة الأشوسيت بريس أن الوقت قد حان لتطوير هذه القوات لمهام تتجاوز عملية مكافحة الإرهاب وحرب الميليشيات والمسلحين المتطرفين التي كانت تركيز عليها في زمن حربي أفغانستان والعراق المراقبون يرون أن القرار يعكس استراتيجية البنتاجون الأوسع نطاقا لتوجيه الأولوية للصين وروسيا التي تعملان على تنمية جيوشهما بسرعة وتحاولان توسيع نقوذهما في جميع أنحاء العالم بما فيها في مجالي الحرب الإلكترونية والأنظمة المسيرة ترجمة نانسي قنقر